مرت عشر دورات على انطلاق البطولة الوطنية الاحترافية والترطيب العام آت لا محال كالآتي بيانه نهضة بركان في المقدمة 23 نقطة المغرب الفاسي ثانيا 18 نقطة الجيش الملكي ثالثا 16 نقطة وتلك للحسنية في المركز الرابع ولنهضة زمامراء في المركز الخامس أما الوداد الرياضي البضاوي فاحتل المركز السادس بخمسة عشر نقطة اتحاد التوارقة يليه في المركز السابع بأربعة عشر نقطة وتلك النقاط يمتلك اتحاد طنجا في المركز الثامن ثم الدفاع الحسن الجديد في المركز التاسع وجاء في المركز العاشر شباب السوالم الرياضي ب13 نقطة وهي النقاط التي يشترك معها أو فيها مع نادي الرجار رياضي البضاوي في المركز الحادي عشر والنادي المكناسي في المركز الثاني عشر أما الفتح الرياضي الرياضي فجاء في المركز الثالث بعد العاشر بأثنى عشرة نقطة أولمبيك أسفي في المركز الرابعة عشر بأحدى عشر نقطة المغرب التتواني سبع نقاط في المركز ما قبل الأخير هذا الأخير والأخير جاء لشباب المحمدية من نقطة وحيدة يتيمة جامعها من تعاجل وحيدة السمى التي طغت على هذه الجولات العاشر هي أن كل الفرق تقريبا انهزمت فحتى نهضة بركان انهزمت في مباراة وحيدة أما شباب المحمدية فقد خسر تسع مقابلاته أكثر الأهداف سجلها فريق نهضة بركان إذ يمتلك رصيدا مضافا بتمان أما أقلها فشباب المحمدية فرصيده سلبي بثنان وعشرين هدفا نهضة بركان حقق سبع انتصارات فيما شباب المحمدية لم يحقق ولا انتصار نهضة بركان تعاجل مرتين فيما تعاجلت المحمدية مرة وحيدة هذه بعض الإحصائيات انتهى الخبر الرياضي موعدنا قريب بإذن الله